ناس كتير اشتروا طابعات كانون ليزر واي فاي ولاحظوا ان في مشاكل بتواجههم في طباعة بعض ملفات البي دي اف من خلال اجهزة السمارت فود اذا كان اندرويد او ايوز هنعرف مع بعض حل للمشكلة دي بس بعد الفوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا اخوانا اعلمين ايه اخباركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وابض الحد معكم احمد السيد من القناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض حل للمشكلة عدم تباعة ملفات البي دي اف من خلال اجهزة السمارت فود والمشكلة دي ابدأت ناس كتير قوي بيلحظوا ان في بعض ملفات البي دي اف بتطبع بشكل طبيعي وفي ملفات تانية من البي دي اف بيظهر لهم على شاشة الطبع بي دي اف ارور او الطابعة بتستلم الوردر ومش بتطبع والمشكلة دي بقرارها تاني مرة في طابعات كانون ليزر اللي فيها خاصية الواي فاي ولو حاولت تطبع الملفات البي دي اف اللي فيها مشاكل من خلال اللابتوب او الكمبيوتر هتطبع معاك بشكل طبيعي لان المشكلة دي متعلقة بجميع اجهزة السمارت فون فقط اول خطوة لازم تتأكد منها انك بتستخدم برنامج كانون بلينتي بزنس المدعم من شركة كانون لان الخطوات اللي احنا هنتبعوها مع بعض هتبقى من خلال البرنامج وتاني خطوة معانا هنروح لأي جهاز بيشتغل بنظام الاندرويد ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض وبعد كده هنجرب ملف البي دي اف اللي كان فيه مشكلة ومش بيتبع معاك وبعد كده هنروح لجهاز بيشتغل بنظام الايوس اللي هو اي جهاز ايفون ونتبع نفس الخطوات وعشان ما اطولش عليكم يلا يبين نروح لجهاز الاندرويد ثم نتبع بعدي جهاز ايفون هنفتح برنامج كانون عادي جدا وحنيجي فوق على رقم الطبعة ونطلع لها ضغطة واحدة ثم نختار ثاني اختيار وهو print options هنلاحظ ان فيه علامة صح بالازرق موجودة جنب اختيار pdf direct print هنشد الصحي ديت ونضغط اوكي ثم نرجع خطوة الوراء ثم تجرب تطبع اي ملف بي دي اف كان معلق معاك او اي ملف بي دي اف لا كانش بيتطبع معاك اول حاجة هنعملها هنضغط على ايكون التطبع ثم printer settings ثم print options ثم نقفل pdf direct print ثم نرجع خطوة الوراء ثم نجرب اي ملف بي دي اف اللي لم يكنش عايز يطبع معاك او اللي كان فيه مشكلة وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى ان المشكلة انحلت معاكم اتمنى الموضوع يكونان اعجابكم مستني اي سبسر لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السامد قناة كانون العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته